بسم الله الرحمن الرحيم هذه تكملة لمحاضرة الزولوجي وإحنا أخذنا بالبداية الجنر الزولوجي والآن نكمل ونوصل إلى Protection, Support and Movement Protection, Support and Movement وهذا هي لمقرر البيولمية وواحد الزولوجي قيها الأستاذ الدكتور ناصر المنصوف The Integument سننلغشاء الخارجي الغلاف الخارجي الجلد الجليد بشكل عام تسمى بالIntegument وكلمة Integument بين قوسين هي باللاتيني Integumentum is the external cover of animal to protect the animal from mechanical and chemical injury and invasion by microorganism its function regulation of body temperature extraction of waste material conversion of sunlight into vitamin D reception of environmental stimuli such as temperature and pressure and movement and movement of nutrition or nutrients and gases the Integument system of invertebrates شون يكون الغلاف الخارجي في اللافقريات in protozoa the plasma membrane has a large surface area relative to body volume بالنسبة تكون للغشاء الخارجي يكون المساحة السطحية بالنسبة إلى المساحة السطحية كبير جدا so that gas exchange and the removal of soluble waste occur by simple diffusion ماكو كافي تكون المساحة السطحية كافية لأداء هذه الفعالية كافية this large surface area also facilitate the uptake of dissolved nutrients from surrounding fluid أيضا مما فقط للتبادل الغازي أو أيضا لتبادل المواد الغازي تكون كافية most multicellular invertebrates في اللافقريات التي تكون بها متعددة الخلايا have an integument consisting of a single layer of columnar epithelial cell this outer layer the epiderms rest on abasement membrane هذه تكون هناك طبقة من الخلايا اللي هي تكون تغطي أو تكون الغلاف الخارجي في اللافقريات المتعددة الخلايا some invertebrates process cuticles that are highly variable in structure وقسم من عدها تفرز مادة cuticle على جسم الخارج وتكون هي مختلفة بالتركيب مادة such cuticle consists of chitine and protein that in ridge plate بعض من هذه الكتكل تكون الكتكل من chitine and protein وتكون لنا حافات حادة that a flexible membrane linked together animal have difficulty growing with cuticle لكن إذا كانت هذا الجدار الخارجي بهذه القوة بهذه السماكة شون تمكن أن الكأن الحي أن ينمو داخل هذا الغلاف as a result some of these invertebrates shed the old out ground out ground out ground اللي هي الخارجي التشقة وتخرج من عنده بطريقة موسيقى 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 هذه الطريقة يسمونها الانسلاخ موسيقى موسيقى في الفرتبرات هنا نسمينا the skin of cardiogenic fishes في الأسماك الغذروفية the skin of cardiogenic fishes is multi-layer and contain mucus and sensory cell the derms contain bone in the form of small blackoid scale called denticle or little teeth هنا رح نشوف أنه بالأسماك الغذروفية الغلاع والغشاء الخالي والجلد يكون عليه mucus and sensory cell where the derms contain bone in the form of small blackoid عظمة واحدة مثل السن بتكون موجودة على ظهر هذه الأسماك تسمى little teeth or denticles بالبوني fish the skin of bone fish contains scale a thin layer of dermal tissue overlaid by the superficial epidermis normally cover scale because scale are not shade they grow at the margin over the lower surface the skin of bone fish is permeable and function in gas exchange هنا يعمل الجلد الأسماك العظمية بعمل تبادل الغازات عبر هذا الجلد الموجودة أيضا على غذة مخاطية ميوكس production هيل هنا يساعد على prevent bacterial and fungal infection يحمي الأسماك هذه العظمية من الإصابات البكتيرية والفطرية هنا هذه الصورة نشوف هنا هو هذا المطلوب المطلوب العظمة هذه الموجودة في الأسماك الغضروفية ونشوف هنا مقاطع مختلفة من الجلد الموجود في هذه الأسماك في الأنفيبياء في الأنفيبياء هنا خلاياه لاونية هي حلقة الوصل بين الحيوانات المائية والحيوانات الأرضية هذا المخاطر الموجود على جسم البرمائيات يحميها من الجفاف تم عملية تبادل الغازات عبر الجليد عندما تستخدم البرمائيات تنطيننا صفت كيف تخلص هذه الأعداء وتكون لزجة هنا نشوف هذا هو مقطع من جلد البرمائيات ونشوفه متكون من عدة طبقات هذا الإبيديرمز وهذا الديرمز وهذا المقاطع كل هذه وطلوبها من عندكم كرسم أو كتأشير حتى نميز علما عن باقي المقاطع الأخرى هنا نأتي إلى جلد البرمائيات عفو اللبائم النتابل feature of mammal skin are شو نعرف صفات إنهم نشوف مقطع نقول هذا جلد هو جلد الممال بصفة أول شيء هنا اي بها العديد من الطبقات الليّ هي الممفلطاحة ويسموه والعديد من الغدد الموجودة في هذا الجلد هنا هذه الصورة تبيننا المقطع من جلد اللبائن وهذا مقطع من جلد الإنسان وهذا مهم أيضا نشوف الطبقات المتكونة من عندها الإبيديرم والديرم والهايبو ديرم وشون العضلات اللي تحرك شعار هذا الموجود هنا أو الفتحات هذه البور أو السويتغلاند الموجودة بالجلد وكيف تكون هنا هذه الشرايين والأوردة إلى طبقة الديرم أما الإبيديرم نشوفه هنا هذه الطبقة اللي متكونة من الإحشناها أن الطبقات من السيكومس إبيثيليل تشوليها والإبيثيليل يتغذى أو تصلها الدم أو المواد الغذائية والتنمو والغازات عن طريق الأنسجة اللي تحته تحت من تحت هذه الطبقات يتغذى من هذه الشرايين والأوردة وما في شرايين وأوردة في هذا الطبقة السطحي أيضاً تكون هنا مهمة للمهمة الجلد أنه تنظيم درس حرارة الجسم باي أوبنينغ آن كلوزنغ سويتغلابور آن برسبرينغ آر سويتينغ برسبرينغ آر سويتينغ اللي هي عن طريق التعرق طيب هنا بعد ما خلصنا الجليد أو الكفار نجي إلى The Skeletal System of Invertebrate ماذا تتكون؟ ماذا يطيد دعم في الانفرتبال لافقريات؟ هذا الجسم شو ينطي؟ هل هي بها عظام؟ أو ما بها عظام؟ نحن نعرف أن الانفرتبال معناها اللافقريات يعني ما بها عظام نجي هنا There are three types of skeletal system ثلاث أنواع من الهيكل الداخلي أو الخارجي المن للانفرتبال أول واحد يسموه بالهايدروستاتيك سكليتون The hydrostatic skeleton is a core of liquid surrounding by a tension resistant Sheath of longitudinal and or circular muscle ستكون فقط مثل ما نشوفه نحن بالبالون ويكون بها fluid سوائل هو السوائل وضغط السائل وهو ينطين الشكل بالإضافة إلى وجود العضلات الطولية والعضلات الدائرية ينطين شكل وطول الجسم It is similar to a water fluid ballon مثل ما قلنا Because the force excreted against the incomprensible fluid in one region can be transmitted يعني عندما نفض على جهة معينة من البالون سيكون الضغط على الجهة الأخرى ويتغير شكل من شكل الجسم معناها هنا جسم شكله ما أخذ من من السائل الداخلي وضغط هذا السائل على جدار الخارجي المتكون عند هذا الجسم هذا النوع الأول أما النوع الثاني اللي هو إكزو سكليتون رجل إكزو سكليتون أيضا لديه لكوميتر فانكشن هذا الإكزو أو الهيكل الخارجي إلى خاصية بالحركة فانكشن بيكوز تنطيننا هذا الغشاء الخارجي أو الهيكل الخارجي القوي اللي نحن شرحناه سابقة وروحنا المرعب اليهسة شوية إنه ينطيننا أماكن لاتصال من؟ اتصال العضلات وهي المسؤولة عن الحركة والعضلات لا يمكن أن تتحرك إلا أن تكون ملتسقة من جهة أو مرتبطة من جهة بمكان صليب حتى تحرك العضو المرعب تحريك فالإكزو سكليتون أيضا تتحرك وبروتكت ذا بدي لكن هذه هي فانكشن هذا هو ينطيها الدعم وينطيها الشكل والحماية لكن هذه الفانكشن الثانوية أو الفعالية الثانوية نجمنا فى أيرتروبول والى الابديرمات التحركة تمزولا تفرزنا نسبة شرر حتي بناس كذلك boils الابديرمات أيضا تحرك وتمزل المنزل من أجل البين الغشاء الخارجي يكون خاصا بالقشرية الروبيان وغيرا نشوف هذا الغلاف الخارجي بيها تنطيقه بعد إذا كان بيحتوي شنو كاليسيوم كاربونيت كريستل هي هاي البلورات الكاليسيوم كاربونيت ذات ميك إت هار الاندوسكليتون الساعة عدنا صار عدنا ثنين هناك والهايدروسكليتون أو الهايدروستاتيك والإكزوسكليتون ما معنى الاندوسكليتون نحن نعرف إنه باللافقريات لا يوجد عظام حتى نقول عدنا شنو اندوسكليتون لكن في بعض الأحيان مثل السفنجيات نشوف شنو بي تكون بيها منرسبيكولز اللي هي أشواك معدنية اللي هي تكون قوية شوكية الآن فايبر متكونة من الفايبر أو في سبونجين تنطينا هاي الأشواك دعم إلما للجسم وتخلي الجسم ما يصير بانطعاج أو انبعاج من جهة أو أخرى في حركة الماء حسب ما هي موجودة نجد الآن إلى خلصنا الثلاث أنواع الموجودة في الانفرتبريات باللافقريات أما بالفقريات بالفقريات كل البرتبريت لها سكليتول سيستم تسمى بالإندو سكليتول ما نشوفها نفث العظام بالخارج تكون مغطاة بمساعد مع وجود الأنسجة الأخرى تحتوي على أنسجة تكون هي داعمة وهي الكارتلج والبون الغضروف والعظام الكارتلج هي مختلفة تيشو تحضير لتحضير المسل أماكن الاتصال العضلات تحضير لتحضير المسل ويضع تحضير المسل مثل باقي الأنسجة الرابطة تحضير لتحضير المسل كيف تكون الأنسجة الرابطة البون أو أوسسو تيشو نجعل العظام تسمى بالبون أو أوسس تيشو البون أوسس تيشو تيشو تتعثي تحضير المسل المتحدة تتحضير المسل من جزء المسل من صلح الجو بضع أخرى ايضا استور كاليسيوم والفوسفات ويقوم بوضائف العظام ويقوم بوضائف العظام لأن الشخص هي مرحة ايضا استور كاليسيوميا استوراني قتل بوضائف العظام ويقوم بوضائف العظام وبعض ثم يكون حادة ومعنى ويقوم بوضائف العظام وهذا حديث حادة ومعنى هنا الخلية العظمية سمت بالاستور ديتكارتورسايد هنا يكون الأمبائية المنوطي المعرفوز هارك خلاص هذه العظام تبدأ بالصالب فسوأ الخلايا المحرفوز هنا أمبائية المعرفوز أمبائية الإنبائية مبنائية أمبائية قوية ومركزة تسمى بالهارفزيان هذه الخلائق متصلة بقنوات صغيرة اللي هي الهارفزيان معروفة هذا النظام في العظام هذه الخلايا يمكن أن تتبط بالخلايا الأخرى بسبب سلولار بروسسينج باسنج ثرو سمول تشانل اللي هي كولد كانيليكيولي كل هاي الشبكة من القنوات التي تربط الخلايا مع بعض بشكل دائري بالتشامبر الموجود بها تسمى الكانيليكيولي كانيليكيولي كانيليكيولي هذه هي الصورتين هذا الغضروف ونشوف انه المادة البينية شوية متبعدة والخلايا أيضا بهذه الشامبر اللي هي الكارتشور سايت وهنانا أيضا نشوف وجود هذه المواد اللي حتنا عنها والأملاع والكالسيون والفولسفريات تقومها للعظام وأصبحت هذه هنا شنو بيها بيها قنوات وحولها هذه القناة هو نظام هارفزيان هو يعني تواجد الخلايا عبر داخل من داخل هذه القنوات وهذا متصلة مع بعض بكناريكولي اللي هي القنيات الصغيرة هذا مهم وأيضا ما موجود تحته بالثينية نجي هنا نرى أنتروديكشين توانيمل مصول كامل انتروديكشين توانيمل مصول والموظم وهذا كلها اللي حجيناها هو مرتبطة مع بعض حتى يصل لنا الحركة والسوأورت والبروتكشين أنتروديكشين توانيمل مصول نسيجل النسيجل العضلي من هو عملية الحركة هو عملية حركة إلما لتقوم ب بعض نحن نقول أنه للحماية والحركة وغيرها لكن للعضلات وظائف أخرى أولاً إكستابلتي أو إيراتيبليتي وهو لها القابلية على استقبال ورد الفعل للمحفزات يعني إعادة الشد والإنبصار يعني لها القابلية المطاطية أن ترجع إلى شكلها الطبيعي بعد التقلص شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً